أقد سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في لندن اليوم جلسة مباحثات رسمية مع معالية السيد ليستراس وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة الصديقة وقد رحبت وزير الخارجية والتنمية البريطانية بوزير الخارجية مشيدة بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الصديقين وبالمستوى المتطور للتعاون الثنائي في مختلف المجالات معربة عن تطلعها بأن تشهد العلاقات المتميزة بين البحرين وبريطانيا مزيدا من التقدم والنمو بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة من جانبه عبر سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني عن سعادته باللقاء مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية مهنئا إياها بتولي مهام هذا المنصب المهمة متمنيا لها التوفيق والنجاح ومنوها بالدعم البريطاني لجهود إحلال السلام والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط وتأييدها لاتفاق مبادئ إبراهيم وأكد وزير الخارجية اهتمام مملكة البحرين بتوسيع مجالات التعاون المشترك مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية مؤكدا خصوصية العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتميز تعاونهما المشترك والتفاهم والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة وخلال الاجتماع استعرض الوزيران المسار المتميز لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونمو متسارع في مختلف المجالات كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما في ذلك التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المشترك والتنسيق الثنائي تجاه مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار حضر جلسة المباحثات مع الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق لوزير الخارجية